النداء الأول والثاني في صورة الحجرات يتعلق بالأدب مع الله ومع سيدنا رسول الله يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذه الآية الكريمة المباركة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لها سبب نزول سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس سيدنا رسول الله فيهم من الأيام الصحابة جلسين مع النبي وجاء وفد بني تميم إلى رسول الله وكان النبي إذا أتاه وفد من الوفود للإسلام وبعد إسلامهم يؤمر واحدا منهم عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد بني تميم فقام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كل واحد منهم اختار واحد ليكون أميرا عليهم فسيدنا أبو بكر قال أمر عليهم الأقرع بن حابس سيدنا عمر قال يا رسول الله أمر عليهم القعقع بن معبد فقام سيدنا أبو بكر قال لي سيدنا عمر ما أردت إلا خلافي أنت بتخلفني يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك فبعد أن انتهى هذا الحوار يعني كلمات قليلة إذ بالقرآن يتنزل على سيدنا رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ده الأصوات ارتفعت بعض الشيء في مجلس النبي فرب العالمين بيقول للصحابة لا ترفعوا أصواتكم لأن الله يرفع صوته عند النبي يحبط عمله وهو لا يشعر فكان بعدها سيدنا عمر إذا كلم النبي كأنه يسر إليه سرا كأنه يقول سر للنبي فكان النبي إذا كلم عمر استفهمه يقوله بتقول إيه يا عمر ماذا تقول يا عمر لأنه لا يسمع من سيدنا عمر كلامه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى سيدنا عمر يخفض صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وبعدين ربنا يأدبنا بأدب تاني إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وبعدين يذم جماع آخرين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم